الماضي بدءا بأزمة البرلمان وصولا إلى الأفلان ثم التحالف الرئاسي فقد رحلت سنة 2018 دون أن تجيب على الإسئلة المطروحة على الساحة السياسية إجابات غائبة خاصة فيما تعلق بمسألة الرئاسيات وما يدور حولها من مقترحات تأجيل وتمديد للعهدات الجارية أسئلة من المنتظر أن تجيب عنها سنة 2019 والتي ستشهد إجراء الانتخابات الرئاسية سنة جديدة تبدأ اليوم بأسئلة سياسية عالقة لم تجد لها 2018 الإجابة هل ستجري الانتخابات الرئاسية في موعدها أم يؤجلها الرئيس ويمدد عهدته استجابة لدعوات مسانديها وحتى بعضا ممن يصنفون أنفسهم معارضيها هل يترشح لعهدة خامسة أم ينسحب من السباق الرئاسي مسئلة ظلت تتكرر في الشارع الجزائري طيلة العام المنقذي وبقيت إجاباتها مجهولة فهل ستفسح 2019 عن الإجابة قريبا وهي السنة الرئاسية ربما لن يطول الانتظار أكثر من بضعة أيام يستدعي فيها الرئيس الهيئة الناخبة ويفصل في مسألة الاستحقاقات المرتقبة منتصف شهر أفريل المقبل السنة الجديدة ستكشف أيضا قائمة المرشحين لخوض السباق نحو قصر المرادية بعد أخرى قضت دون أن تبدي الأسماء المعتادة رغبة في الترشح بسبب الضبابية والغموضة في المشهد السياسي العام 2018 كانت سنة التحولات والمفاجآت عزل بحجة من رئاسة الغرفة السفلاء للبرلمان إنهاء مهام ويلد عباس من على رأس لا فلان وتعويض الرجلين بمعاذ بشارب دعوة لويزة حنون لحل البرلمان وتعيين مجلس تأسيسي مطالبة مقر بتأجيل الانتخابات وعمر غول بتمديد عمر عهدة الرئيس ومن كل هذا كان الشارع الجزائري مستقيلا يبكي مصير أبنائه الفرين في قوارب المجهول فكيف ستكون 2019 سنة للاستمرارية أم للتغيير وفي الجزائري